ينتشر الوباء في اليمن وفي المقابل تنهار البقية الباقية من القطاع الصحي وفق هذه المعادلة فإن بإمكان أي وباء أو مرض سار من الأمراض التي تنتشر في طول البلاد وعرضها أن تؤدي إلى الموت كانت الحرب هي السبب المباشر في إخراج نسبة كبيرة من القطاع الصحي عن الخدمة في عموم اليمن وبعدها استكملت الميليشيا المنقلبة على الشرعية في العاصمة المؤقتة القضاء على ما بقي من هامش للخدمات وأمام هذه المشكلات المركبة أصبح الموت رقما له ألف عداد وفي تحديثات الأرقام الخاصة بكورونا ارتفع عدد الوفيات إلى 77 حالة بعد تسجيل 12 حالة في أعلى حصيلة يومية اللجنة العليا للطوارئ قالت إنها رصدت 27 إصابة جديدة بالجائحة بينها 14 حالة في حضرموت وثمان في محافظة لحج وأربع في أبيان ووفق اللجنة فإن إجمالية عدد الإصابات ارتفع إلى 310 حالات مشيرة إلى أن ذلك لا يشمل الحالات المسجلة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي والتي تتحدث مصادر أنها بالمئات